لا لأكياس البلاستيك هذا ما يدعي إليه ناشطون بيئيون في مصر نفذوا عملية تنظيف للشاطئ في مدينة إسكندرية الساحلية في إطار حملة توعوية استعداداً لاستضافة بلدهم متمر كوب 27 في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم أنا فخوري النهاردة عشان حاجات كثيرة جداً أننا كنا نجاح أي حملة أو حملة توعية ضد البلاستيك أو حادي الاستخدام كان دائما تبتدي صغيرة دلوقتي نحن على طول بقى خلاص فيه ناس دائماً أنهم يكونوا موجودين كل مرة عن التانية تهدف مبادرة بلاستيك مصر التي ينتمي لها هؤلاء الناشطون إلى تنظيم عشرات الفعليات هذا العام ستتضمن عمليات تنظيف للشواطئ وحملات توعوية ومراثوناً توعوياً لتثقيف الناس بأهمية محادثات المناخ للأمم المتحدة التي تستضيفها مصر ولنتائجها أهمية كبيرة لمستقبل الكوكب والبشرية نحن السنة عاملين سلسلة من الفعاليات اسمها 27 ووكس أنتوكس أو 27 حوار ومشوار فعاليات مختلفة بمناسبة كوب 27 لمصر عملوا استضافة السنة في نوفمبر في شرم الشيخ بتعمل توعية بأي عن مواضيع مختلفة مش فقط البلاستيك ويجمع المتطوعون القمامة في أكياس ليتم تصنيفها لاحقاً إما إلى نفايات قابلة لإعادة التدوير أو بلاستيك قابل للتحويل إلى وقد في هدف الحد من تأثيرات أكياس البلاستيك على البيئة وقد كشفت وزيرة البيئة المصرية فعلياً عن خطط لخفض الاستهلاك السنوي للأكياس البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة